النقطة المهمة هنا في هذه الحرب هي الضربة التي وجهها حزب الله والتي كانت تشبه ضربة سيدنا أمير المؤمنين في معركة الخندق حيث صرع عمرو بن عبدود لماذا؟ لأنها أنقذت الإسلام الضربات التي يخطط لها حزب الله بعضها كانت تشل بنية كاملة من بنى الكيان الصهيوني بشكل مفاجئ ومن هذه البنى القوة البحرية للكيان الصهيوني أنتم تعلمون أن الوصول إلى الجنوب كان له طريق مواصلات وكان هذا الطريق يصل من ضفاف البحر الأبيض المتوسط إلى صيدة وإلى صور وبالتالي إلى الخطوط الأمامية في الجنوب في كل الحروب كان الكيان الصهيوني يضع فرقاطاته في البحر لتعلق هذا الطريق بمدفعيتها الدقيقة وهذا ما فعلوه في هذه الحرب أيضا خلال الأسبوع الأول وما لم يكن العدو يتصوره واستطاع حزب الله أن يفاجئه به هي قضية الصواريخ البحرية في ذلك اليوم كان يريد أن يستخدم الصواريخ البحرية لأول مرة ولم يكن قد استخدمها قبل ذلك اليوم كانت كل الصواريخ مخفية في نقطة سرية وكانت العملية عملية صعبة كان يجب أن يخرج الصاروخ من مخبأه على سيارة تحمله ويصل إلى نقطة إطلاق مكشوفة وهناك مقابل هذه النقطة ثلاث أو أربع فرقاطات إسرائيلية في البحر هكذا اتفق السيد نصر الله مع عماد فقد أشيع في ذلك الحين أن السيد قد جريح وسادت حالة من القلق العام بين الناس في لبنان وكان على السيد نصر الله أن يتحدثه إلى ذلك اليوم كان العدو قد حقق تفوقاً خلال ذلك الأسبوع ولم نكن قد أنجزنا عملاً مهماً سوى ردود الأفعال الصاروخية وكان ينبغي لهذه العملية أن تتم خرج هذا الصاروخ عدة مرات إلى منصته وأرادوا الإطلاق لكن ظهرت مشكلة في الإطلاق وكان السيد نصر الله يريد في كلمته أن يعلن عن هذا الإنجاز كمفاجأة بحسب التعبير العربي كانت هذه عملية مهمة مباغتة كنا قد وصلنا إلى نهاية كلمة السيد نصر الله كلمة السيد كان يجب أن تسجل ثم من بعد ذلك تبث كما لو أنكم الآن تجلسون في هذه الغرفة وتسجلون كلامي ثم تحذفون جزءاً منه وتنشرون جزءاً منه أو تعرضونه علي لاحقاً فأحذف أنا جزءاً منه كان ينبغي تنظيم كلمة السيد نصر الله في الغرفة كانت هناك غرفة جانبية وكنا نجلس معاً مع عماد وأخ آخر كان الاشتباك متواصلاً وهذا الصاروخ لم يطلق بعد ووصلنا إلى نهاية كلمة السيد وكان يريد أن يقول والسلام عليكم ورحمة الله وحين وصل إلى هذه النقطة وقبل أن يلهج السيد بهذه العبارة تم إطلاق الصاروخ تم إطلاق الصاروخ وسرعته تفوق سرعة الصوت فأصاب الهدف بسرعة لذلك قال السيد نصر الله في نهاية كلمته وفيما يشبه البيان الغيبي وكأنه يرى المشهد قال وترون الآن أمامكم البارجة الإسرائيلية وهي تحترق وصادف كلام السيد هذا لحظة إصابة الصاروخ للهدف ولهذا الأمر بحد ذاته فلسفته التي ربما لا تكون مقبولة كثيراً في الأوساط العامة ولكن من باب أن الله طابق بين كلام السيد وهذه الضربة فقد أصابت هذه الضربة البارجة بكل دقة والحال أن هذه الفرقطات لديها قابليات تشويش وتحريف ويمكن تحريف مسار الصاروخ ولديها مضادات للصواريخ ويمكنها ضرب الصاروخ قبل أن يصل إليها لكن الصاروخ أصابها وشطرها شطرين وكان ذلك خلاصاً من القوة البحرية للكيان الصهيوني إلى نهاية الحرب حيث لم تشاهد قطعته البحرية بل إن القوة البحرية للكيان الصهيوني كلها خرجت من الساحة بصاروخ واحد اشتركوا في القناة